موسيقى المشاهدون الكرام في هذه الصفحة يملفي الصمع العربي نحن نزور أحد المعاهد البحثية محهد بحوث الصمع العربي ودراسات التصحر بجامعة كردفان والذي يقوم بالعديد من الدراسات والبحوث في مجال الصمع العربي ذا الفوائد العديدة فهذه دعوة لكم لمتابعة هذه البحوث والدراسات داخل هذا المحهد أهلاً ومرحباً المحهد بحثي شغال في إجراء بحوث في مجال الصمع العربي وفي مجال الصمع العربي والتصحر وبعدين نشر هذه البحوث لجهات الصلة المختصة ثم ثانياً التنسيق مع جهاز الصلة في مجال الصمع العربي والتصحر والبيئة والهدف الثالث هو تدريب المتعاملين في مجال الصمع العربي وفي مجال التصحر والبيئة طيب الرسالة الثالثة المحهد أنه هو تعظيم إنتاج الصمع العربي والرياضة في مجال البحوث البيئية وفي مجال التصحر أيضاً طيب هذا المحهد يجتمع على خمسة أكسام رئيسية تبدأ بقسم التغانات وإنتاج الصمع العربي وهذا قسم كبير جداً جداً مهتم بإنتاج وزيادة إنتاج الصمع العربي ومهتم بجودة الصمع العربي فيما يختص بالزيادة الإنتاج بيبدأ معنا من الشتول حيث أنه يتم إنتاج الشتول وتجمع البزور من أشجار ذات إنتاجية عالية ويتم إنتاج الشتول هنا في المشتد عندنا وبعد ذلك بنوزعه للمزارين في حزام الصمع العربي ونحن سنوياً هنا في محضة الصمع العربي بننتج الشتول حوالي 10 ألف إلى 15 ألف شتلة ويتم توزيعه للمنتجين في حزام الصمع العربي بحيث أنه نزيد الرقع الخضراء وتساعد في زيادة إعمار حزام الصمع العربي وزيادة الإنتاج بالنسبة لشنو المنتجين أيضاً في بجانب التغانات أيضاً القيسي الذي يهتم بتطوير التغانات التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج والمحافظة على الشجرة بدءاً من التغانات الحديثة المستخدمة في الطق بنوري الناس التغانات الحديثة التي تم إجازتها وسط البحوث التي هي استخدام السنك في عملات الطق وطريقة اللقيط والتجفيف بصورة علمية بحيث أنه يكون نظيف وخالي من الشوائب وهكذا هذا قسم الإنتاج القسم الثاني هو قسم الإرشاد والتدريب والتوسيق وهذا قسم كبير مهتم بالإرسال الرسائل الإرشادية للمزارعين وتوعيتهم بكل ما هو جديد ومستحدث في مجال البحوث الزراعية وهو نحن وأيضاً يهتم بجانب التدريب وتدريب الجزء كبير جداً لدينا قسم كامل هنا وهو قسم التدريب وهو يهتم بتدريب كل المتعاملين في الصمغ العربي من ابتداء من المنتجين ونستهدف جمعيات الانتاج الصمغ العربي وجمعات المنتجين الصمغ العربي بندربهم على كل التغانات وعلى جميع الأشياء المتعلقة بالصمغ العربي وأيضاً بندرب التجار والمتعاملين والمصدرين وكل سلسلة الغيمة في مجال الصمغ العربي القسم الثالث هو قسم الدراسات الاقتصادية والسياسات وارضه قسم كبير مهتم بالدراسات الاقتصادية ودور الصمغ العربي والسياسات المتعلقة بالصمغ العربي تعرف أنه السلعة كبيرة جداً وتتأثر بالسياسات سواء كان سياسة التحرير والسياسات الأخرى التي تؤثر على هذه السلعة الكبيرة عندنا قسم الدراسات التصحر والبيئة وده قسم كبير جداً مهتم بالجوانب البيئية والجوانب البيئية لشجرة الهشاب طبعاً من التسمية لماحد الصمغ العربي والتصحر الكلام ذا كله تربط عبر شجرة الهشاب هي شجرة منتجة للصمغ العربي عشان كده جاتت تسمية هي بحث الصمغ العربي ثم تانين هي لأدوار بيئية عشان كده جاتت تسمية بتاع أنه التصحر لأنه شجرة الهشاب هي شجرة يعني بتلعب أدوار كبيرة جداً في مكافحة التصحر ولها أدوار بيئية كبيرة جداً هذا فيما تعلق بالأجسام المهد المهد له شراكات كبيرة جداً جداً وعلاقات منها العلاقات المحلية هنا اللي هي علاقاتنا مع كلية الموارضة وطبيعة دراسات البيئية وبنشركم معنا في كل الدراسات وفي كل الخطط بتاع المهد وأيضاً لدينا علاقات أكسدنا بجانب الكلي عندنا علاقات مع كلية الغابات جامعة الخرطوم وكلية الغابات جامعة السودان وعلاقاتنا دي علاقات قديمة جداً ومتطورة في جانب الريجون الجامعة الإغليمي اللي هو عندنا شراكات مع جامعات في أسيوبيا وجامعات في كينيا وجامعات في كينيا المعاهد الغابات وكذا طيب في الجانب العالمي المعاهد عنده علاقة كبيرة جداً مع الجامعات العالمية اللي هي جامعة دريزين بألمانيا برزة اللي هو منها معاهد الغابات المدارية ومعاهد اقتصادية الغابات وعندنا علاقة مع جامعة قيسين بألمانيا وجامعة الراينفال طيب العلاقات نحن سيديد منا في شنو في تبادل أكاديمي كبير جدا جدا بيننا نحن وبين الناس ديل والإصطاف بتاعنا بمشي هناك زيارات لتبادل أكاديمي ومشتركين في جانب إجراء البحوث يعني بنعم البحوث بيننا وبينه بتنسيق وبعدين بتنشر في مجلات كبيرة جدا عالمية في إطار الشراكة بيننا وبينه وإطار وبعدين بتعقد ورش يعني كبيرة جدا بيننا وبين الشركان سواء كان العالمين أو المحليين وويرش يعني من تهدف لأنه لترويج لهذه السلعة وويرش كبير جدا بتتناول السياسات للصمو العربي واغتصيات للصمو العربي وأيضا بنعقد منتديات وبنتشارك فيها مع شراكان وبعدين بتنتج بتوصيات كبيرة جدا بيستفيد مننا الجانب التنفيذي والجانب السياسي لأنه سياسات دائما أو الويرش بتخرج بتوصيات كبيرة جدا وذلك نرفع للجهاز التصيلة وذلك المختصين في أنه توضع موضع التنفيذ وبعدين بحيث أنه تنعكس بعدين على المواطن المحلي بحيث أنه يستجدوننا استفادة كبيرة أيضا المعهد عندنا برنامج بتاع ماجستير والذي هو يعني بنخرج طلاب في مجال البحوث السمو العربي بنخرج طلاب في مجال التصحر والبيئة وعندنا الحمد لله أن الدفع الأولى تخرجت وعمل بحوث ممتاز جدا جدا وتم أيضا نشرها في مجلات علمية كبيرة جدا دي ساهمت في أنه المعهد يكون معروف وكذا طيب في مجال التدريب نحن كمعهد بتاع الصمو العربي الحمد لله بخبرتنا الطويلة بقينا معروفين جدا في الولاية وبقينا نقدم استشارات لكل المشاريع بتاع التنمية الشغال في مجال الزراعة وبالذات اللي علاقة بالصمو العربي يعني بدأنا الاستشارات دي مع مشروع إيفاد مشروع الزراعة المتكاملة ودربنا المنتجين الشغال معامل المشروع وحتى وعندنا دنام المستشار وطني لهذا المشروع من المحط شغال معامل حيث يستمر معامل مددد أربعة سنين وعملنا لهم دليل إرشادي ودليل تدريبي وعملنا يعني دولات تدريبية كبيرة جدا للمتعاملين المعامل في هذا المشروع النجاح معانا إيفاد غادنا لأنه نحن أسي وقعنا شراكة كبيرة جدا مع منظمة الفاو بحيث أنه ندرب في مشروع القامس اللي هو الإسلام العربي للتكيف مع التصحر والمناخ اللي هو هندرب المنتجين في ثلاثة بلايات شمع كردفان وغرب كردفان وجنوب كردفان هندرب عدد خمسمية جمعية في مجال إنتاج الإسلام العربي صورة جيدة اللي هو في ابتداء مننا للطج واللقيط والتنظيف والتعبية وإلى التخزين فدي الحمد لله أكسبتنا شخرة كبيرة جدا في الولايات وحتى بقين معروفين على مستوى المنظمات والشركات الشغالة هنا أيضا استشاريين للشركات الشغالة هنا بجارة تصنيع الشركات كلها والمسوغين وقاعدين نعمل ورش برضو هنا في سوق المزاد في سوق الوبيض بنوري الناس بنوعيهم في كيف السلسلات الغيمة وأيضا لزيادة دخل الفرد حوالنا نعمل شراكات ذكية بين الغطاع الخاص والمنتجين لأننا نحن نلاحظت على سلسلات الغيمة السلسلات الغيمة السلسلات الغيمة العربي تلقى أنه المنتج يلقى جزء ضئيب جدا جدا من القروش فعشان كده إحنا عشان المواطن نستفيد عملنا لهم شراكات ذكية بين الغطاع الخاص والجامعيات المنتجين الصموة العربي بحيث أن الغطاع الخاص يوفر التمويل للمزارعين والمنتجين في الوقت المناسب والمزارعين ينتجوا الصموة بمصافات جودة عالمية هذا المعمل اللي كان دوره أنه يبون بتحديد أو تعيين الخواصة المميزة للصموة اللي يسميها المواصفات فأي مادة عندها خواصة مميزة بالنسبة لها الصموة من الخواصة المميزة بالنسبة له اللي هي واحد أنه يدوب في المحالية المائية بالذات وبدرجة عالية جدا والصموة أيضا أنه المحالية بتاعة الصموة دي عندها درجة عالية جدا من اللزوجة ودي جعلت للصموة استخدامات الكثيرة المتعددة دي بهذه الخاصية خاصية اللزوجة وأيضا يعني بهذا الفهم أو بهذه في أيضا اللي هي معامل الانكسار الصفة بتميز الصموة لأنه المركبات اللي هي زي الصموة والعسل والسكر إلى آخره بتمتاز بمعامل الانكسار معينة وحيب نحدث هذه المواصفات عشان نحدث نوع الصموة كمواصفة يعني وكذلك اللي هي يعني بعض المواد إذا عملت منها محلول وعاينت من خلال المحلولة في مصدر بتاع ضوء وغيرت الزاوية أو حولت دورت المحلولة بنلقى في منطقة معينة بيقوم بشوفة المنظر التاع الضوء بإضاءة كاملة وبيزاوية معينة بشوفة يعني الضوء لا يمر بشوفة معتم ما بين الضوء الساطئ وما بين الظلام بنسميها زاوية الدوران الضوئي هذه الصفة مميزة بطل المركبات زي الصموة زي العسل زي السكر الآخرين هذه الخلاص دي كلها كمواصفات عندنا في المعمل فيها في أجهزة ليها ومقدور عليها بإنه بنحدد هذه المواصفات ما تكلمت بأرغام لأنه زي الجدول بتاع المواصفات هنا ما معاي مدرج والأرغام ما يعني قد لكن في مواصفة معينة الصمغ العربي ونحن بنحلل وبناء على نتاج التحليل بين غارنا بالمواصفة الموجودة الصمغ العربي نحن هنا بنتعمل معها كمنتج كمادة وبعد ما تحول المعمل لقسم حاليا هو قسم كيمياء الأسماق والتصنيع بيقى في دور جديد منفروض هنا على الجسم ده اللي هي واحد أن احنا بنقول إنه الصمغ ده الشيء الملاحظ في بره يعني الناس بقول لك الصمغ بيعارج بعض الأمراض بقول لك الصمغ بيستخدم في استخدامات كثيرة جدا في صناعة الأغذية يقال إنه الصمغ يعني هو مطهر لبعض الأشياء فدي كلها معنات دائرة بحيوز عشان نتأكد من ما القصة ده هي حقيقة أو إلى أي درجة هي صحيحة فديا دارهم إضافة بتاعة أجهزة وإن شاء الله سعين نظيفة بعدما يتحول المهام القسم في بحوث الصمغة العربية وفي الكيمياء والتصنيع وأيضاً بنعتبر إنه مهام القسم إدخال الصمغ ده في استخدامات جديدة يعني نفسنا عندنا غير الصمغة العربية اللي هو الحشاب والطلحة عندنا في أسماق تانية أو في أسجار تانية بتنتج أسماق وما مستفاد منها مثلاً إذا شئرتها المسكت فالأسماق دي ما مستفاد منها لأنها قد يكون فيها بعض الخواصة الما مرغوبة مثلاً يكون الصمغة مثلاً طعم مر كمثال يعني فيبقى إحنا دائرين الأسماق دي برضو حنعيد الدراسة فيها والخواصة الما مرغوبة بنحاولنا عالية عشان ندخل هذه الأسماق في دائرة الاستخدام وإنها تكون مفيدة وبالصورة دي نكون في أسجار كانت هي إعبئة على الأونات بحاوله زيلوها يكون خلقنا منها فائدة جديدة ودخلناها في هذه الدائرة أيضاً الصمغ هو يعني ما بيصدر بشكل الخام ده المستهلك عايز الصمغ في صورة بتاع التصنيع معينة هل نتكلم عن معالجات بتاع التصنيع إنه يا بنعمل التنقية أو الصمغ يعني نقدم بصورة نقيية أو بصورة نظيفة أو الصمغ ده بنحاول ندرسه بنقللينه بشكل حبيبات أو الصمغ بنحاول له بدرة حسب الحوجة بتاع المستهلك أو المستخدم لهذا الصمغ وحتى في نوع تاني اللي هو بنحل الصمغ والجزء المحلول ده بنحاول إلى بدرة الرزازية طبعاً هذه البدرة الرزازية لأنه أصلاً كانت محلول بيبقى اللي هو سريع الزوبان كله حيدوك وده كلها مراحب بتاع التصنيع وإحنا مفترض إنه في النهاية الصمغ ده بدل نقدم بصورة خام بالشكل الحالي مفروض نصنعه أو كنا طفنا لقيمة مضافة زيتنا قيمته ونفس العمليات ديه الأشخاص اللي بيقوم بالمسالة ديه يكون جوزه من كمواطنين سودانيين ليقوا شغل يعني مشان خطوة ثانية إنه إنه إحنا عايزين نصنع مشتقات جديدة من الصمغ العربي طبعاً بفهم الكيميا الصمغ ده هو واحدة من البوليمرات طبيعية يلا هذه البوليمرات الطبيعية ممكن جداً البوليمر أنا نعدل فيه نحن عندنا بوليمر مطاطي وعندنا بوليمر ممكن جنو يقاوم اختراق الرصاص وعندنا بوليمر بدوب بالسخانة وعندنا بوليمر يزداد الصلاة بالسخانة فبنفس الفهم لا، ممكن ببعض المعالجات الفيزيائية والمعالجات الكيميائية إنه ممكن نحاول الصمخ ده لمشتاق آخر لمادة جديدة ممكن يكون ده استخدامات غير استخدامات المألوفة وديه حقول نكم مرة نقدم مشروع بحثي بالفهم ده مشروع متكامل لوزاة التعليم العالي والبحث العلمي وزي مرتين كده ما يعني ما تمت الموافقة ربما لل فهم بتاع الناس اللي بيجوزوا المشاريع ديه لكن السنة ديه الحمد لله تمت موافقة للمشروع وهزي حنبدأ فيه حنصنع مشتقات جديدة من الصمخ العربي كل ذلك بفهم إن شنو يعني إن نجعل من هذا الصمخ سلعة مفيدة جداً سلعة ذات استخدامات متعددة و أنا حقيقة الصمخ العربي هو زي عنده استخدامات كثيرة دال بحث عشان نتأكد من هذه استخدامات عشان تطوره يعني حتى ممكن نحن نقول من الصمخ ده ممكن في أمن الأيام نصنع بلاستيك للتعبئة وبتاع مستهلك في البيئة لأن هسه واحدة من المشاكل بتاعة البلاستيك اللي هو الفول إسلينديا في البيئة ما بتتهضم بتزل قاعدة إلى ما شاء الله طبعاً ده المشتل بتاع معهد بحوث الصمخ العربي وإدلاسات التصحر والنباشر ده متخصص في إكسار الهشاب في إكسار شتلات الهشاب طبعاً بنبدأ بعملية الحصول على بزور الهشاب البزور الهشاب ده هي طبعاً أهم حاجة فيها المصدر بتاعه فنحن عندنا اتصال مع جمعيات المنتجين وعندنا صداقات مع الجمعيات دي وبنخش في كلام مع المنتجين ألزاس أنه يجمعوا لنا بزرة من الأشجار عالية الإنتاجية من الصمخ العربي وبيطلع تيم من المحهد سنوياً بنمشي للقرى أو الجمعيات المنتجين وبنجمع البزرة بتاعة الهشاب بوسط التيم بتاع المحهد بحوث الصمخ العربي دايماً بنطلع في شهر ديسمبر يناير بتبدأ يبدأ جمع البزرة في ديسمبر ويناير مرات ما يكون فيه إمكانيات الطلوع في أتيام علمية بنحصل على البزور من مركز بزور الأشجار من هيئة البحوث الزراعية وبورور المصدر بتاعه أو من الهيئة الغامية للغابات لما نجيب البزرة بنعمل لها بعض الاختبارات الاختبارات بداعة الإنبات واختبارات الحيوية والنقاء وغيرها بعد كده بنجهز الأكياس بنزرح فيها البزرة الأكياس ده النوع بتاع الأكياس العرضي بتاع الكيس 8 سنتيمتر وطوله 18 سنتيمتر وبنخرم الكيس بنخليه جاهز عشان بعدين الري بيكون بواسطة الغمر بيكون بواسطة الغمر بنخرم الكيس ونخطه في أحواض وفي الري بيكون بواسطة الغمر البزرة بنخط لنا بزرتين تلاتة في رأس الكيس بعد ما نمر الكيس بالتربة التربة كنا بنستعمل خلطات واحدة إلى اثنين رمل مع السلت مع الطمي فجينا للخلطة دي يعني ما فعالة فليأنا إنو بيجينا نستعمل الطمي بيجينا نستعمل الطمي بعد ما نخط البزرتين تلاتة بفوق رأس الكيس يعني ما بنغرق البزور عشان الإنبات يتم بسهولة بيتم الري بيتم الري عن طريق الغمر في الأحواض بواسطة خراطيش بالأتمية وما من كوبة الموية من فوق عشان البزرة ما تقع من الكيس الباديرات بتصهر يعني بعد أربع خمسة يوم بتصهر تبلي ظهور الباديرات الهشاب بعد كده بنروي باستمرار والري ممكن يعني في زمن الشتاء في زمن الشتاء يعني الري بيأخذ يمكن خمسة يوم ستة يوم في الصيف يوميا أو يوم بعد يوم وبنعمل بعد كده الحاجات الفلاحية بالنسبة للشتلة من تفريد ومن نظافة الحشايش وخلافه دائما بتبدأ الزراعة في أول مارس زراعة دائما بتبدأ في أول مارس بتاخد زي أربع خمسة جهور لغاية شهر ثمانية الشتول بتاعة الهشاب بتكون جاهزة وبنشيلها من المشتل من الطلع برة للشمس عشان يحصل لها العملية بتاعة الهاردينينج أو التغسية عشان تكون جاهزة للزراعة في الحقل شكراً للمشاهدة شكرا